مرحبا بيرتاني على بليربيم شام تطلس هي دي اكلة البيدي منطقة السلطان ايوب واحدة من المناطق اللي لازم تظهرها خلال رحلتك في اسطنبول الاجواء فعلا جميلة جدا واكتشفوا معي النهاردة اجواء الحياة الشعبية في اسطنبول ويا صباح الفل من اسطنبول موجود النهاردة في واحدة من المناطق السياحية المهمة جدا هنا في اسطنبول اسطنبول التاريخية القديمة منطقة السلطان ايوب حابب كلا الفيديو النهاردة تشوفوا معي كده الاجواء عاملة زي هنا في المنطقة هستخدم التلفريك هزور مسجد ابو ايوب الانصاري وانساء الله يكون فيديو ممتع ومفيد للجميع ويا صباح الفل من اسطنبول النهاردة الحمد لله الاجواء جميلة جدا الجو ربيعي مع اني بصور الفيديو ده في شهر فبراير شهر اتنين درجة الحرارة حاليا في حدود خمستاشر درجة الشمس ساطعة زي ما تشايفين موجود حاليا في منطقة ساحل اي مينونو واحدة طبعا من المناطق السياحية المهمة جدا في اسطنبول مشهورة بمراكب السمك او المراكب اللي تبيع ساندوش اسمه البالك اجمك ساندوش السمك واحد من الاكاليات الشعبية المشورة في اسطنبول استخدم الطرام من هنا وهتوجه الى منطقة ايوب سلطان خلينا اوضح لكم مكان محطة الطرام يعني هنا ساحل مينونو هنا خط الطرام اسمو تي فايف طبعا لازم يكون معا كارتل لمواصلات ويقول لكم بالضبط هتنزله في محطة ايه عشان تروح دي منطقة التليفريك ومنطقة ايوب سلطان او السلطان ايوب لو تشوفوا معايا يعني انا هبدأ الرحلة من محطة امينونو هيمر على بلاط وكذا محطة وهنزل في محطة اسمها ايوب سلطان تليفريك شكرا اخيرا الوصول الى محطة ايوب سلطان الرحلة بالترامب بصراحة كانت ممتعة جدا والبحر دايما سايفه خلال الرحلة اعتقد الوصول الى المنطقة هنا منطقة ايوب سلطان يعني في منطقة سهولة تحتاج فقط تستخدم الترامب وزي ما قلت لكم يعني الرحلة فعلا ممتعة جدا شوف البحر والطيور والمعالم كمان التاريخية الموجودة خليني حاليا انتقل معاكم الى منطقة ايوب سلطان لو مش عارف هيكون واضح في الفيديو او لا التليفريك هستخدمه النهاردة انساء الله وقبل بداية الفيديو عندي طلب من اي حد بيتابع الفيديو حاليا يا ريت بتعمل اشتراك في القناة لحس الفترة الاخيرة يعني الفيديوهات عالية مشاهدات عالية لكن نسبة الناس اللي بتعمل او اشتراك في القناة بتكون قليلة يمكن عشان انا بنس اقول لكم دايما فاستمنى تعمل اشتراك في القناة وحاليا يلا بينا نبدأ جولتنا ويناكتشف مع بعض منطقة ايوب سلطان المنطقة هنا يعني سهل جدا التجول فيها سواء حبب تستخدم التليفريك او تتمشى وتتوجه الى المسجد في الطريق المؤدي الى المسجد مسجد ابو ايوب الانصاري هتلاقوا حاجة كده زي سوق او بيروع لبل توركي تشارشا موجود عدد كبير من محلات بيئة اكسسورات ملابس حدايا تسكرية وكده شوفوا مثلا الشرط الصغيرة دي او المحافظ واحدة بمية ويئة تلاتة بميتين وخمسين اه اغلب المحلات هنا هتلاقوها بتبيع حاجات ممكن حاجات اه ليها علاقة بالايه حاجات دينية يعني سبح مصليات للصالة يعني وكده او الحجاب شوفوا هنا المصليات دي لو حابب تكتب اسمك تقريبا بيكتبوه المنطقة المحيطة بالمسجد فعلا فيه منتهى الجمال ساحة جميلة جدا المعمار او شكل المسجد من الخارج كمان طحفة معمارية فتستنتع جدا لو جيت هنا المنطقة تعيش اجواء اسطنبول القديمة في الشوارع والاسواق المحيطة بالمسجد كلها يعني محلات شعبية مطاعم محلات حلويات اه عسل مربة الحاجات اللي هي تقليدية في اه تركيا حاليا خليني ادخل المسجد انا جيت المنطقة هنا مرة واحدة لكن من سنين طويلة بصراحة مش متذكر اوي المعالم اللي موجودة خلال الفيديو اللي هارده انا هحاول معك كده استعيد الزكريات هنا مدخل مسجد ابو ايوب الانصاري من الصحابة طبعا المهتم يعني بالمعلومات التاريخية وكده هيلاقي على جوجل لو عمل ساش او عمل بحس يعني معلومات كتير جدا عن ابو ايوب الانصاري خلينا كده نشوف الاجواء هنا في المسجد طبعا المسجد بيكون مفتوح للزيارة لأداء الصلاة موجود هنا كمان المجبرة الخاصة بابو ايوب الانصاري نقرأ الفتحة على روحه شوفو مكتوب ايوب سلطان طربة زي ما بنقول عليها في مصر او المدفن يعني القبر وهنا المعلومات التاريخية مكتوبة باللغة التركية والانجليزية زي ما اعطي لكم لو حدا مهتمه هيلاقي على جوجل لو عمل بحس معلومات كاملة وهنا المدخل الى القبر شغف متى شغف متى تحمي مع طرق لا يتبقى شغف متى الانسل اجافة تحمي المثال شغف متى شغفت اشتري وشترو شغف متى شغف متى رحو ممكتوب لقيت موجود هنا ايضا دخل المسجد المعلومات الخاصة بيه ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه. طول منطق الجامعي هنا اتلاقي ناس بتتوزح حلويات اللي هي الحلقوم الملبن او التركيش دي لايت. ودلوقتي خليني ادخل معاكم المسجد. والله الذي لا اله الا هو. الملك القدوس السلام المؤمن والعزيز جبار متكفل سبحان الله عما نشركون. مش قادر اوصف لكم السلام تعد ايه بالاجواء هنا في مسجد ابو ايوب الانصاري. يعني الحيات دي كلها او المباني دي كلها عمرها مئات السنين. حتى الشجرة. الشجرة واضح ان هي قديمة جدا كبيرة جدا. ودلوقتي خليني كده اتماشى معاكم شوية في المنطقة المحيطة بمسجد ابو ايوب الانصاري. شوف الاماكن المحلات المطاعم الموجودة. وفي نهاية الفيديو هروح استخدم التليفريك. اه واطلع لكم التل. التل هنا او بيقولوا عليها في تركيا بيير لوتي. اه تابس. اه لما تيجي هنا في منطقة ايوب سلطان. لازم تتمشى في الشارع ده. هتلاقي ريحة الاكل حرفيا حواليك في كل مكان. اه في بعض الاكلات كمان مشهورة بيها المنطقة هنا. هحاول كده خلال فيديو النهاردة اجرب معاكم حاجات وانا بتمشى. من الحاجات اللي وحشاني او الاكلات الوحشاني هنا في منطقة ايوب سلطان. اكلة اسمعها البي دي او جوباتش اه بي دي. هتشوفوه حالا. محليني اقربوا من المطعم ده. اسمو ايرال اسطى. هي دي اكلة البي دي. بير تاني على بليل ما? بليل ما مشه. فاكتبت. اكل واحنا كده اكلها وانا واتمشى. ليه كدر? بطلقاش. بطلقاش. وبسم الله الرحمن الرحيم. خليني اجرب معاكم الفيدي. صوخ لمهن العنار. اللي فوق دي لحمة مفروبة. عليها بهارات او. حاجة كده من الخضروات. فخلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم. هو ده الفيدي. خليني استكمل معاكم جولتي في هنا او الشارع الرئيسي في منطقة ايوب سلطان. زي ما اعطي لكم يعني مطاعم كتير جدا موجودة. مطاعم الدونر او الشارع ما يعني المشويات. محلات الحلويات ايضا موجودة. في هنا محل حلويات صفا. من المحلات المشهورة في اسطنبول. هتلاقوا ايضا محلات البهارات. الخضار والفاكهة. شفت اكتر من المحل بيبيع النوع ده من الحلويات. اسمها هنا في تركيا بشمانية. او بشمانية. سعرها كان بتمانين ليرة للباكت. احنا في مصر بنور عليها حلوة شعر. ما ارادش في باقي الدول العربية ببيرو عليها ايه. في هنا ايضا الحلقوم التركي. في حاجات الكيلو مية مية وخمسين تلتمية. في كمان بيبيعو طمر هنا. مغالبا في الاماكن اللي هي فيها التزام ديني شوية وفيها مساجد تاريخية. بيتلاقوا دايما محلات بتبيع طمور. هنا طمر المدينة. القدس. غالبا بيكون فيه طمر ايراني جزائري. انواع مختلفة من الطمر او طمور. ملاحظ ايضا عدد كبير من محلات الدهب هنا في المنطقة. لازم تتمشوا شوية في الشارع ده لما تيجوا مطقت السلطان ايوب. هنا محلات الاجبان المربة. الاسعار هنا حلوة جدا على فكرة يعني. لما ان مكوين في تركيا وعارف الاسعار. مسلا شوفوا البرتمانات دي كيلو نص مربة. بميت او تسعة سنين ليرة فقط. وماركة دي كمان ماركة مشهورة في اه تركيا. لابا ان احنا مروح. هشتري شوية حاجات من هنا. اسعار حلوة جدا. هنا انواع مختلفة من الجبنة. وايضا الاسعار تعتبر مناسبة جدا. هنا العسل الابيض عسل النحل. الكيلو كان. او الواحدة بميتين وتسعين ليرة. احاول ارى بس يا رب بس ما كنش في نحل. الواحدة بميتين وتسعين ليرة. اه في الوقت اللي بسجل فيه فيديو النهارده عن الدولار الواحد اه تلاتين ليرة. فالاسعار دي حاولوا قسموها على تلاتين. حاليا حابب كده اكل حاجة حلوة حاجة مسكرة. بعد المحل ده عنده ايه? هنا في الحلقة. في بقلاوة. اسهار البقلاوة زي ما انتو شايفين متين وعشرين وميتين وخمسين. هنا طولمبة او بيقول عليها في مصر بلاح الشام. مهارشة ايضا في باقي الدول العربية بتقولوا عليها ايه? غالبا هاخد واحدة من دي اللي هي الشام تاطلسة. وحشان جدا بقى لي فترة ما كنتهاش يعني يمكن كالت بقى الحاجات كلها البقلاوة والطولمبة الحاجات دي بقى كلها. لكن الشام تاطلسة بقى لي فترة ما كنتهاش. مرعبا بيرتاني على بليربيم شام تاطلسة. تازمة? تمام. تشكري دي رمي. شليني اقرب معاكو. لو حد دي مصر بيتفرج على الفيديو يعني هنا في تركيا طعمها عامل او رايب جاي الباسبوسة. المعروفة عندنا طبعا تي مصر فبسم الله الرحمن الرحيم. بكارها مزبوط مش مش تيلة قوي. حبا جيدل. منطقة السلطان ايوب يعني من المناطق المشهورة والمعروفة داخل اسطنبول بالالتزام الديني. اه فهتلاحزوا يعني الموضوع ده خلال اه جولتكو هنا في المنطقة. والملابس الخاصة يعني باهل المنطقة هنا. اه الشارع اللي كنت فيه بصراحة استمتعت جدا. اسعار كمان كانت مفاجئة بالنسبالي. غالبا هخلص تصوير النهاردة وارجع تاني. استري شوية حاجات من الشارع. حاليا هروح لمدخل التليفريك. استخدم التليفريك. التليفريك هنا زي مواصلة عامة. تستخدم ايضا كارت مواصلات اسطنبول كارت. لالتليفريك. استخدم التليفريك اطلع التل اللي هو اسمه بير لوتي. بير لوتي دي على فكرة اه كاتب فرنسي. اعتقد كتب رواية او اثنين عن اسطنبول وعن حياته في اسطنبول. فخلينا حاليا نتوجه الى منطقة التليفريك. وهنا مدخل التليفريك. زي ما اطلعكم التليفريك يعتبر يعني مواصلة عامة عادية. فبالتالي لازم يكون معاك كارت المواصلات الخاص باسطنبول. لكن عادة بيكون في صف طويل هنا. فخلينا ننتظر في الصف. زي ما انتم شايفين. يعني شاكلي هنتظر في حدود ربعة ساعة او عشرين دقيقة. لغاية ما اوصل لي التليفريك جوا. للاسف الشديد يعني الطبور طويل جدا. انا بقى لي اكتر من يمكن ربع ساعة واقف نستني. الطبور بتحرك ببطء شديد. اللي هي درجة مزعجة. فقررت هتخلى عن فكرة استخدام التليفريك. واشوف اي طريقة اخرى اطلع دي كمة التل. هنا التليفريك زي ما انتم شايفين لكن هما تقريبا اتنين اتنين كده. او عربتين يعني ليه التليفريك. وكل عربة ممكن ستة افراد ولا حاجة. فالطبور فعلا بيمشي ببطء مزعج. وبسم الله الرحمن الرحيم هبدأ معاكم رحلة الصعود لكمة تل اه بيرلوتي. اه كان نفسه والله استخدم التليفريك لكن فعلا الانتظار ممكن يستمر لمدة ساعة كاملة. فخليني استغل معاكم الوقت. ونلحق كمان غروب الشمس. اه زي ما واضح امامكم يعني الطريق بالكامل كله عبارة عن اه مقابر. فاقروا الفتحة وانتوا اصفروا على الفيديو. الفيديو زي ما انتم في فين هنا المسجد مسجد ايوب الانصاري. اه لسه كمان لما اكمل صعود الاعلى. الفيديو هيكون افضل. واخيرا الوصول الى قمة التل هنا. اه اعتقد ان تركوا فيه اه خلال الفيديو. المنطقة هنا اسمها خلينا كده نشوف مع بعض الفيديو. هنا التليفريك. طبعا لو هتسردم التليفريك هيكون الموضوع اسهل بيه كتير. لكن للاسف كانت الطبور يعني طويل جدا. ويسا انتوا معايا حالان دي منظر اسطنبول من اعلى. تقريبا كشف يعني اغلب معالم اسطنبول برج الجلاطة. هنا الخليج اللي اسم الجولدن هارن. القرن الزهبي. الفيديو فعلا فيه منتهى الجمال يعني انصحكم لازم خلال رحلتكم في اسطنبول. تخصصوا وقت كده او يوم وتزوروا منطقة ايوب سلطان. تزوروا بقى الجزء اللي فيه المسجد تجربوا الاكالات الشعبية. تستخدموا التليفريك وتطلعوا لكمة التل هنا. انا لسه مش محدد بصراحة هل هنزل باستنظام التليفريك ولا لا. لكن بشكل عام الطريق ما كانش مطعب يعني اه ممكن عادي تستخدم الطريق العادي لو حابب تنزل النزول اعتقد هيكون اسهل بكثير من الصعود. لكن حاليا نتفرجوا معايا على معالم اسطنبول. حاول تخلي كما زيارتك للمنطقة هنا خلال وقت الغروب. الديوب يكون حلو جدا. سوفوا هنا التليفريك. ان شاء الله في احد الايام يعني هيجي مرة تانية. ويحاول كده ما يكونش يقوم في زحمة. واستخدم التليفريك. انا بحب جدا وبستمتع بير كوب التليفريك. جربته هنا في تركيا موجود في ازمير. جربته ايضا في في جورجيا. في البانيا اعتقد ايضا كان موجود تليفريك جربته هناك. اه موجود هنا في منطقة بير لاتي. اه عدد من المقاهي او الكافيات يعني. اللي حابب بقى يقعد يأكل حاجة يشرب شاي يشرب قهوة يتصور مع البيول جميل ده. اجواء جميلة جدا. الحمد لله النهاردة كمان الجو لطيف لاقصى درجة. خلينا كده نشوف ايه اللي موجود في الشوارع هنا. في عدد من البزارات او الحلات اللي بيها ده تسكرية وكده. مجموشنا قديرنا. ايهو اللي بيها كده. الفتح وكو لأكيد. مع الحجز الوقت العديد من البلادين. عدد الله. يا الفيديو. بعد وقت ناجد الاراضي. وهنا هتكون نهاية فيديو النهاردة أنا بشكل شخصي استنتعت جدا خلال جولة أو تسجيل فيديو النهاردة الجولة كمان كانت مريحة جدا بالنسبة لي استخدمت الطرام في البداية من منطقة منونو بعد كده وصلت هنا لمنطقة أيوب سلطان المنطقة كمان فيه لوحات إرشادية في كل مكان ففعلا كانت جولة ممتعة بالنسبة لي بشكل شخصي أتمنى إن شاء الله يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم لو أي حد عنده أسئلة أو استفسارات ممكن تسبب فيه التعليقات وفي النهاية شكرا جزيلا على المشاهدة وما تنساش تعمل لايك أو إعجاب بالفيديو وتشترك في القناة